31 عشرة تسجيل من وون بلس فايف صباحكم الله ومساكم الله السؤال حول شحن البطارية مدة عند أول تشغيل مثل ست ساعات، سع ساعات، عشر ساعات، هذا الكلام فاضي إيش حن الجهاز الكلمية بالمية؟ شي لشحن الكاف السؤال حول تلف البطارية عند الشحن أكثر من مية بالمية؟ نعم تتلف إلا على بعض أنواع البطارية التي تفصل نفسها من الداخل وترفض الطاقة أو بعض أنواع الهواتف اللي الشاحن ما لها نوع خاص ومو موجودة ما مرت عليه عند الدخول لمنطقة محمية يقال لك لخمايتك نفتشك بينما هي لأ لخمايتهم ثم حمايتك فتشونك هواوي أول معالج يدعم AI هو طبعا أول معالج يدعم AI اللي يتحفظ على هذي بس خنطوفها أنها في عالم اندرويد مثلا ماشي يعني نفس البوابة اللي قبل شوية ذكرت لك أنا نجمع معلوماتك لخدمتك لاحظ معاين نجمع معلوماتك لخدمتك هذا كاس ما يتحدث عنه سابقا من الجانب الوردي هو جمع معلوماتك لتسهيل حياتك كجمع معلوماتك بأن أنت بالمنزل فهو يعرف في المنزل فأقل ميزة يقدمها لك بأنه يشغل ويفاي بالشارع يخلي جهازك ميوت وشغل جي بي اس في العمل يشغل شبكة العمل يعني الانتقل لها هو يعلم مكانك هذا على مستوى المكان والزمن وفي مستويات أخرى مثل جمع معلوماتك عند المتصفح يعرف أنك تجمع معلومات عن الكرة أول خيارات يزود المعلنين بهذا الأمر من الجانب الأسود أرجو ملاهظة بأن أغلب المميزات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي ممكن أن تحصل عليها بدون معالجة يدعم ذكاء الاصطناعي عندما بيع لك منتج لازم أعطيك ميزة وهمية ميزة فيزيقية الحياة ودبر لك شيء بحيث أنك تتفكر بالكلمة وتنسى وتشتري المميزة من الأمور الممتازة في التسويق في التقنية أنك تبين للطرف الذي قدامك أنه جاهل وأنه بحصوله على هذا المنتج رح يكون أفضل علما وأفضل وأرقا هذا الجهاز يدعم الأي آي الذكاء الاصطناعي علشان يشتريه علشان لما يشتريه رح يكتشف أنه لا جديد يقول أوكي عند الجهاز وين ذكاء الاصطناعي ما رح تلقى من أين يقولك رح تشتريه ما رح تلقى في عالم الهراء اللي هو الفلسفة في الحياة ومية فيزيقية الحياة هل هي المساكين المرضى اللي قبل لايموت يقول اللهم إيمان كإيمان العجاز يبيتشهد على المستوى العلمي فما بالك على المستوى الكفرة مساكي حرقوهم ولعوا فيهم وكل الأديان ترفضهم يعني ما دي ليش متشبثين بالفلسفة للحين وأغلبهم مصنفين كفار عند أغلب الأديان والله يعني ذكرتني بالماضي يعني أنه الآن طلعنا من التقنية ذكرتني بالماضي يعني دكتور فلسفة يحشر أغلب هذا الأمر ولأ نرجع التقنية خل نرجع التقنية فكرة الشاحن من 100% من جديد أنا أصف يا جماعة يقع تكرر لكن الأسئلة التي تكرر علي الآن جهازك 100% نمت هو 100% ما رح يكون 100% إذا كان على الشحن وقمت من النوم رح تلقى 100% معناها شنو؟ معناها أن طول الليل إذا نزل يرتفع إذا نزل يرتفع معناها أن في ذبذبات بجهازك أن تمسك جهازك هو 100% هو على الشحن راح تلقى فيه ذبذبات على جهازك فيه فيه تيار التيار ما هوقف التيار على مدى الطويل يضر بطاريتك الشركات تقول له huntingLP وراح أقولون حق شبيحتهم واشباه التقنين...لا も يضر البطارية لكن التجربة تجربتي أنا وتجربت كثير من الأنس إنا نعم تضر البطارية تالة على مدى الطويل نعم الشحن فوق مئة بالمئة يرحق البطارية على مدى الطويل راح تلقى بطاريتك ما تصمد السبب أنك تشحنها فوق مئة بالمئة ميتافيزيقية البطارية سوي بريزنتيشن ميتافيزيق علم ما وراء البطارية إذا كان يشحن وأنا استخدمه أنا لحين أكلمك وأنا أشحنه وأستخدمه بالتأكيد أن يضر جهازك على المدى الطويل لكن بالنسبة لي أنا أستخدم أجهزة قصيرة فمفارقة معي على المدى الطويل الشحن إذا كان جهازك مو ذكي بما فيه الكفاية نفس سامسونج سامسونج ذكي يوقف الشحن السريع عند الاستخدام إذا جهازك يوقف الشحن عند الاستخدام ما فيه مشكلة إذا كان جهازك يشحن سريع وأنت تستخدمه فيه مشكلة والفلسفة هي رمز الحكمة ورمز الأشياء الغريبة اللي نقولها ولو أنا مو دكتور بالجامعة ونطالب محد رأي يسمع لي كيف يمكن للفلسفة أن تجعلك وحيدا؟ بمجرد أن تتفلسف سيتم رفسك مثل سنفور مفاك الشحن لاسلكي نفس الشيء يعني الأجهزة اللي أنا أشحنها لاسلكيا مدة طويلة على الشحن لاسلكي ألقى أن بطارياتها أقل كفاءة من الأجهزة اللي أنا أشحنها 99% و أفصل الشحن من الأجهزة اللي أنا أراعيها بالشحن 99% و أفصل الشحن أفضل أداءها على المدى طويل من أجهزة اللي أشحنها لاسلكي مدى طويل التجربة هذه كانت على نكسس 4 SS7 ما جربت على الـ S8 ولا الـ Note 8 لكن تجاربي السابقة كان الشحن اللاسلكي نفس الفكرة كيف أنتقل من جهاز إلى جهاز المفروض أنك تستخدم التزاون مع جيميل للأسماء والتقويم و جوجل كيب للـ Note والـ Task كلها يستخدمها يعني حزمة جوجل بعدين عندك جوجل درايف تنزل جوجل درايف ترفع عليه الملفات اللي تابعه بعدين عندك جوجل فوتو للصور فبالشكل هذا تكون كل مجموعة متواجدة على جوجل حسابك الرسمي تنتقل جهازك الجديد راح ترجع الأسماء ترجع التقويم أو يرجع التقويم وترجع النوت وترجع تاسك تستخدم تطبيقات تاسك بالنسبة للـ SMS في تطبيقات تسوي باككب للـ SMS مثل SMS بلس مثلا وتربطها بالجيميل تبعك فرح تحصل على الـ SMS الباككيج كامل من خلال جوجل درايف متواجد فقط على نسخ 8.0 اليوم كاسبرسكي تا 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 تن تا 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 تن وهجوم ومدري منه كاسبرسكي كاسبرسكي مونتج روسي مونتج بالتأكيد راح يعطيك تا 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 يعني طول بالك طول عمرها كاسبرسكي طلع بيانات بالشكل هذا ما حصل شي كم صار ليسمع عنهم خمس سنين كاسبرسكي 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 المصدر ارفز رفس ارفز الميت 10 والميت 10 برو مو فل اكتف لا هم فل اكتف اذا كنت شابك على شبكة في او ال تي اي للخط الثاني يعني اوكي فيها حسبة معالج ايفون وانتو بكرامة ليش متفوق ايفون 7 بلس وانتو بكرامة السنة اللي طافت كان متفوق نزلت معالجات سناب دراي هون جديد تحت القائمة ايفون 8 تلحيل متفوق معالج جديد تنزل معالجات سناب دراي الجديد ينزل تحت القائمة هذا امر طبيعي يعني معالج جديد امر طبيعي فاصل اشوف ميتافيزيقية الاكل ما وراء الاكليات رايح تغدى وفاصل وراء